اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة حرص مملكة البحرين على مواصلة دعم الجهود العالمية لتعزيز التنمية السياحية المستدامة وتطوير السياسات التي تدفع بالسياحة الدولية نحو فاق أرحب جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسات حوارية ضمن فعليات الدورة الثالثة والأربعين ليوم السياحة العالمي التي تستضيفها الرياض والتي تقام هذا العام تحت شعار السياحة والاستثمارات الخضراء بحضور ومشاركة صناع القرار في القطاع السياحي العالمي وخبراء الاستدامة والتنمية السياحية وممثلين عن منظمات دولية ومحلية ذات صلة وأشار فخره إلى أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الحدث السياحي العالمي تأتي في إطار حرصها على إبراز مقاومات القطاع السياحي في المملكة بالإضافة إلى عرض التجربة البحرينية الحافلة بالإنجازات والمبادرات التي عززت من مكانة المملكة على خارطة السياحة إقليميا وعالميا